سوف أتحقق على كلوي 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 سوف نقوم بترزيل المقطع بإمكانها لن يتوقف عنه ثلاث مرات على التحقق على؟ تقرر مقطع ثم نتحقق مع بعض الاناليسيس سوف أتحقق على كلوي اتتتتتشافين كده الجملة تقولي I'm I'm a check on Chloe يلا getting it's like a shadowing and drilling سوا اتتتتتشافين كده انا عندي حاجة اسمها intonation litinition الش Tongue اللي هي عملية التقلبات بتاعت الصوت and intensions بتاعت الاسبيكر هل هو منفعل هل هو سعيد هل هو حزين الحاجات دي كلها بتبان من الانتونيشن شباب طيب انا عندي الجملة دي اسمها يعني جملة خبرية يعني ايه يا استاذ الجملة خبرية طبيعة الانتونيشن بيكون يعني بيكون كده بشكل مسطح على عكس الاسئلة سواء كان فعل مساعد او اداة استفهام الاسئلة دي بيكون لها شكل في الاي في النطق ويأعلو الصوت فيها بيكون ليه طريقة معاناة لكن الانت تحس كده ان هي الجملة كلها فلات ودي طبيعة الناتب سبيكرز لما بيجي ينطقوا الجملة الايه اللي هي الجملة الخبرية طيب الجملة نقولها تاني مع بعض امانا تشيك ان كلوي فيها ايه يا شباب فيها طبعا فاعل فيها فاعل فيها مفعول تعالوا كده مع بعض نركز على كلمتين مهمين جدا نشوفهم مع بعض ونشرحهم سوا كلمة الاولى عندي تشيك ان ده اسمه فريزال فعل مرتبط بحرف جارة شباب تشيك ان يعني يتطمن يعني يفحص يعني يروحي يلقي نظرة على تمام الكلمة التانية كلمة كلاوي وده اسم بنت شباب ايبقى انا عندي كلمة فرب وكلمة نون انت عاوز توصل لايه يا استاذ تعالوا كده مع بعض نشوف انا عندي تشيك ان وكلاوي دي بيسميها كونتينت ويرتز يعني كونتينت ويرتز كلمات ذات محتوى كلمات رئيسية في الجملة بتساهم بشكل رئيسي في بتاع الجملة تركيب الجملة وبتشارك بشكل رئيسي في الميننج ليه الجملة ازن دي بيسميها كونتينت ويرتز ودي ممكن تكون نون ممكن تكون ممكن تكون مبتز وممكن تكون ادجكتب ممكن تكون مبتز وممكن تكون أداة استفاء ممتاز طيب لما نيجي مع بعض كده نشوف هم محبط تشيك ان ازاي يركز بقى مع عام مع حركة الاسهم او مع حركة السهم هنا تحس ان هو طالع لفوق تشيك ان چك ان تشيك ان ان طبعا حرف مطل rece pas وبين نبه ننطقه في البريتش اكسينت لكن لما نيجي ننطقه اميركا هننطقه تلاقي الضغط كله والتطويل كله والصوت العالي كله موجود على حرف الجر ممتاز. طيب كمان لما نيجي نركز مع بعض مع الاسم تعالوا كده هنشوف نطقته ازاي. طيب انت عاوز تقول لي كمان معلومه يا استاذ اني طبيعة الستاتمنت بيكون الانتونيشان فولنج مع اخر كلمة اما انا تشيك ان كلوي كلاوي كلاوي. تحس كده الانتونيشان فولنج مع نهاية الجملة شباب وزي ما قلتلكم ده بيكون دائمان موجود مع الستاتمنت الجملة الخاصة. خبرية طيب انا عاوز اركز بقى على ثلاث كلمات تانية موجودة معي في الجملة تعالوا كده نشوف مع حركة الكلمات دي سوا ركز بقى معي انا عندي ساهم نازل على I with wanna. التلاث كلمات دول شباب احنا بنسميهم ايه؟ انا عاوزك تتركز بقى معي بنسميهم function words كلمات وظيفية او structure words كلمات وظيفية. طبيعة الكلمات دي إيه يا شباب ان الكلمات لها وظيفة في الجملة ولكنها لا تؤثر بشكل كبير على المعنى بتاع الجملة طيب الكلمات دي نخفضها شوية في الصوت ما بتكونش longer ما بتكونش higher in pitch ما بتكونش stronger بننطقها بشكل reduced بتكون مخفضة شوية في النطق وفي عدد الحروف لما بنيجي ننطقها سوا دي بسميها function words ممكن تكون ضمائق ممكن تكون حروف جر ممكن تكون أدوات وممكن تكون helping verb وممكن تكون auxiliaries طيب إذن احنا كده خدنا الانتونيشن خدنا الاسترس وخدنا الاسترس وخدنا الاسترس وخدنا الاسترس وخدنا الاسترس وخدنا الاسترس تعالوا كده نركز مع بعض على جزئية تانية مهمة جدا وهي اللي بتعمل الconnected speech وبتخلي الاسترس و بتحس كده ان الكلمات linked كلها reduced كلها بتنطق بشكل فيه smoothness فيه ثلاثة كده تعالوا كده مع بعض ونحلل باقي الجملة I'm gonna check on Chloe I'm gonna check on Chloe I'm gonna check on Chloe طيب الجملة بقى انا عاوزك تركز معي على ch في كلمة check والch مع كلمة كلوي طبعا انتو عرفتم من النط اللي انا نطقته دلوقتي ان ch الاولى في الverb check نطقناها تشا تشا تلاحظ ان فيه تا ثم شا تشا 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 لكن الح مع الاسم كلوي نطقناها ك ك ليه بقى شباب لان الح وراها حرف consonant حرف ساكن وبالتالي لما بيجي بعد الح وطبعا فيه حالات كتيرة مع الح بننطقها ك ان شاء الله اني بنتعرض لها ان شاء الله مع امثلة ومع حلقات اخرى اذا انا عندي الح مع كلمة كلوي نطقناها ك علشان وراها حرف ال ال اما ch علشان وراها حرف ال ا نطقناها تشا ماشي في كلمة check والاسم كلوي تعالوا كده نركز مع بعض على جزئيات تانية انا عندي ايام 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 دي كانت ايام زي ما انتو شايفين ولما بنيجي نعمل لها عملية reduction عملية تخفيض في العدد الحروف او في عدد الاصوات بننطقها كده ايام ايام بنشيل حرف ال ا ونختصرها شباب وننطقها بشكل ده ايام ايام طبعا انت سمعتها كده مع امانة 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 Cheken Chloey امانة Cheken Chloey امانة Cheken Chloey اوكي اذا انا عندي الكلمة اللي بعدها شباب هيا الفعل going to التفعل اللي معناه السوفة لما بنيجي نعمل له عملية reduction او عملية reducing نعمل له عملية linking و reducing بننطقها زي czym شباب بننطقها كده لكن انت لم تسمع في الحوار Ghana سمعت امانا وهذه يا شباب بسبب الكلام المرتاح والسريع وهي تنطق فتقولها امانا ايه اللي حصل لحرف الجي شباب؟ حرف الجي عملنا عملية drop in li وتقريبا انت لم تسمعتوش امانا بسبب السهولة في الحوار بسبب النعومة في الكلام امانا تحس كده؟ امانا اللي هي ام جانا ام جانا نطقناها امانا خلي بالك بتنطق بيء الشكل كده امانا امانا ممكن تسمعها في حوارات تانية going to بننطقها ايما ايما تشيكون كلوي ايما تشيكون كلوي اذا going to ممكن تنطقها ام جانا امانا ايما ايما تشيكون كلوي تمام شباب؟ تعالوا كده نسمعها مرة اخيرة ودايما بنصحك انك تعمل عملية shadowing وتعمل عملية draining تكرر وبشكل انت متملش معاه علشان تستفد امانا تشيكون كلوي امانا تشيكون كلوي امانا تشيكون كلوي اذا كما انتو شايفين طبعا كمية المعلومات اللي احنا شرحناها ديت يعني حاولنا ان احنا نشرح كل حاجة وطبعا انا عارف ان الناس اللي عاوزة تتعلم حتسمع معنا الفيديو للاخر وحتشوف الفيديو مرة تانية الكنيكت دي سبيتش سر رهيب يا شباب علشان تساون ناتشرال مهم جدا انك تسمع الحلقة وتتابع معنا الشرح ان شاء الله في السلسلة اللي هي مستمرة معنا طول فترة الصيف اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك السلسلة بشكل منتظم طول فترة الصيف ويا ريت كمان تشير الفيديو لو جاتلك الفرصة انك تشيره على اصدقائك وعلى اصحابك في الجربات علشان الكل استفاد so that's it bye for now